السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بسلسلة الروبوتات بالعربي هذا الفيديو رح يكون واحد من عدة فيديوهات تحكي عن الصناعة والروبوتات بالمنطقة العربية والبداية رح تكون مع المملكة العربية السعودية سبب البداية أنه السعودية عندها برنامج صناعي طموح جدا هذا البرنامج اسمه برنامج مصانع المستقبل والذي هو يعتبر جزء من رؤية 2030 هذا البرنامج بيستهدف تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة اليدوية إلى الاعتماد على الأتمة والأدوات الصناعية الجديدة برنامج مصانع المستقبل بيستهدف المصانع الجديدة بحيث أنه يبدأ المصنع من البداية بداية صح بالاعتماد على الأتمة والممارسات الصناعية الحديثة واللي طبعا عند الروبوتات جزء أساسي منه ولكن المصنع أيضا عنده جزء عفوا برنامج أيضا عنده جزء للمصانع قائمة حاليا بحيث أنه تطور من نشاطاتها وتطور من كفاءتها لتوصل لمرحلة تقدر تزيد من تنافسية وتقلل من الهدر البرنامج جدا مهم لأنه بيعني ببساطة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة واللي هي أكثر الشركات اللي بتعاني بعملية التحول الرقمي أو التحول الصناعي بسبب اكتفاع الكلفة المبدئية رح تكون الآن قادرة باللحاق بعملية التحول الصناعي يعني في السعودية في كثيرا شركات ضخمة مثل سابك مثل معادن مثل مصانع فيه نيوم تستخدم الروبوتات والمسائل الصناعة الحديثة من زمان لأنه فيه مصاري وفيه فلوس كافية لأن تستثمر بهذا المجال ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة دائما كانت تعاني من ارتفاع الكلفة المبدئية عن طريق هذا البرنامج صارت هاي الشركات الآن قادرة بالدخول بعملية التحول طبعا برنامج مصانع المستقبل يهدف في شكل أساسي لزيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات ومثل منا شايفين بهذه الصفحة في التقرير يصدر بشكل سنوي من رؤية السعودية 2030 وهو اللي بيحكي بشكل أساسي عن الجهود اللي بتقوم فيها السعودية لتوطين الصناعات بمختلف المجالات ومن أهم الأشياء يلي بتخص الروبوتات باعتبار نحن منركز عن الروبوتات بشكل أساسي نشوف أنه في مبادرة أطلقت خلال معرض التحول الصناعي ومنركز هنا على الخط الصغير المكتوب هنا أنه في دعم لشبكة مراكز القدرات تابعة لمركز التصنيع في الجامعات بروبوتات بقيمة أربعة مليون ريال من المبادرات المهمة أيضا من ضمن مبادرات توطين التصنيع أو زيادة المحتوى المحلي هو أنه يتم عملية تصنيع الروبوتات بالسعودية وليس فقط استيرادة واستخدامها في المصامع ولكن أيضا تصنيع في السعودية وهون أنا حابب ضوي على مبادرتين المبادرة الأولى هي مبادرة آلات والمثل ما حكينا بفيديو آخر عملت اتفاقية مع Softbank Robotics والغاية منها هي إنتاج روبوتات الجيل الجديد في السعودية المبادرة الثانية واللي هي مبادرة صناعية بحثة قامت فيها شركة توليب تكنولوجيز بحيث أنه قالوا رح نوطن عملية تصنيع الزراع الروبوتي أو الروبوتيك آرم أيضا بخصوص الروبوت الصناعي اللي رح يتصنع في السعودية رح نعمله أيضا فيديو آخر بحيث نحكي بشكل مفصل عنه ونشوف شو آخر تطورات اللي وصلت لها شركة توليب بهذا المجال من الأشياء اللي يميزت أيضا سوق الروبوتات بالسعودية أو دخول الروبوتات للسوق السعودي هو الاعتماد الأكبر على الروبوتات التعاونية والسبب بسيط هي الروبوتات التعاونية تتميز بالمرونة يعني أنت ببساطة بتقدر تركب الروبوت التعاوني على محطة متنقلة ويمكن أنه نقله من مكان لمكان في المصنع بحيث يكون الروبوت بعدة أشياء أو وظائف بنفس الوقت بالإضافة لهيك بسبب أنه بشكل نسبي عدد العمال كبير في المصانع لسه ما وصلنا إلى محطة متنقلة عالية بحيث أنه يكون صفر عمال في المصنع فالروبوتات التعاونية بتساعد أنه يكون في عمل مشترك بين العامل والروبوت بدون الحاجة لوجود أدوات أمان مبالغ فيها وهذا الشيء بتأمن الروبوتات التعاونية لذلك من لاي أن الروبوتات التعاونية أخذت نسبة أكبر من عدد الروبوتات في السوق السعودي والسؤال الأخير بموضوع الروبوتات هو يترك كم حجم سوق الروبوتات بالمملكة العربية السعودية في الحقيقة أنا ما قدرت أوصل لأي دراسة دقيقة عن حجم الروبوتات بالمملكة ولكن هناك تقديرات بتقول أنه حجم هذا السوق يشمل الروبوتات الخدمية والروبوتات الصناعية حالياً يقدر بـ 500 مليون دولار والتوقعات بتقول أنه هذا السوق رح يزيد بأربع مرات بـ 2033 ليوصل إلى 2 مليار دولار هاي بالنسبة لحجم السوق من ناحية القيمة ولكن في السؤال أيضاً كم عدد الروبوتات الموجودة بالسعودي أيضاً للأسف ما في دراسة واضحة ولكن هناك تقديرات أيضاً بتقول أنه في حوالي بين ألف لألفين روبوت خدمي وصناعي موجودين بالسوق أنا مثل ما قلت هاي التقديرات يعني لا تستند على مرجع معين هي تقديرات عامة من خلال عدة دراسات مثل ما بدأنا بالفيديو وقالنا أنه كيف عم نتغير الروبوتات المصانع في السعودية هذا الشيء رح يغير أيضاً طريقة حياة الناس وطريقة عمل المهندسين وطريقة دراستنا أو المناهج أو الأشياء اللي لازم ندرسها وبالتالي من لاحظ أنه مع دخول الروبوتات أكيد رح يقل عدد العمال اللي بيشتغلوا بأشياء يدوية رح يأثر على وظائفهم ولكن بنفس الوقت هذا الشيء رح يخلق وظائف جديدة في مجال صيانة الروبوتات في مجال برمجته في مجال دمجة ضمن المنظومة الصناعية الكاملة للمصنع بنهاية هذا الفيديو واحد من أصدقائي يكلمني وقال لي ابنه رح يدرس روبوتات ولكن هو قال أنه هو متأكد أنه لما يتخرج رح يطل على برة ويشتغل بهذا المجال يلي درس فيه أنا بحاول أكد له أنه لا بإذنه تعالى بهذا الرتم أو بهذا الرتم اللي يشغالين عليه في المنطقة العربية رح نوصل لمرحلة بإذنه وتعالى أنه مهندسين الروبوتات اللي بتخرجوا من جامعات عربية رح يراؤوا فرص عمل بالمصانع العربية ليكون جزء من عملية التحول الصناعي في المنطقة العربية بهذا الفيديو حاولت أستعرض بشكل سريع كيف غيرت الروبوتات شكل المصانع بالمنطقة العربية وبدأت بالسعودية وحكينا بشكل سريع كيف أنه بلاد العربية بشكل خاص السعودية رح تعتمد بشكل كبير على الروبوتات التحاونية ومن خلال برامج دعم حكومي رح تقدر الشركات الصغيرة والمتوسطة تلحق بركب التحول الصناعي مثل مثل الشركات الكبيرة القادرة على دفع الكلفة التشغيلية البدائية العالية للروبوتات أتمنى يكون الفيديو عجبكم شاركونا بتعليقاتكم وأفكاركم وأي شي بتحبوا أن نحكي عنه وانتظرونا بالفيديو الجاي اللي رح نحكي فيه عن دولة عربية أخرى بمجال التحول الصناعي والروبوتات سلام عليكم